أوكرانيا حققت نجاحاً كبيراً في ساحة المعركة حسب ما صرح به رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال أطلسي روب بور وبمساعدة حلفائها ستتمكن أوكرانيا من هزيمة المعتدي كانت زيارة الأولى التي يقوم بها بفد عسكري من حلف شمال أطلسي إلى أوكرانيا منذ بداية الغزو الشامل هذا بمثابة تأكيداً على أن حلف شمال أطلسي وأوكرانيا أصبح أقرب من أي وقت مضى وكل يوم نصبح أقرب وأكثر توافقاً نحن نبذل قصارى جهدنا معاً لضمان أن تصبح أوكرانيا عضواً في حلفنا ولن يكون العالم السويدي هو العالم الأزرق والأصفر الوحيد داخل مقر الناتو وفي الحادي والعشرين من مارس شنت روسيا هجوماً واسع نطاق على العاصمة الأوكرانية وانتظر الوفد العسكري لحلف شمال أطلسي الهجوم الصاروخي على كييف داخل أحد الملاجئ نزلنا إلى الملجأ وأمضينا هناك ساعتين ونصف وعلى حد علمي تم إطلاق أكثر من 30 صاروخاً على كييف وقد تم إسقاطهم جميعاً قبل الدفاعات الأوكرانية هذا رائع وهذا يوضح مدى احتراف القوات الأوكرانية في استخدام أنظمة الدفاع الجوي ناقش زيلنسكي الاحتياجات الدفاعية ذات الأولوية لأوكرانيا وكانت أنظمة الدفاع الجوي الإضافية في المقام الأول خلال محادثته مع بور وشدد الرئيس الأوكراني على أن دعم كييف من الدول الأعضاء في التحالف مهم للغاية وفي اليوم من أفسه التقى بور بالقائد العام للقوات المسالحة الأوكرانية أليكساندر سيسكي ووزير خارجية أوكرانيا تميتري كوليبا وتمت مناقشة التعاون في الصناعة الدفاعية وقمة الناتو في واشنطن خلال شهر يوليو المقبل وآفاق توفير التدريب القتالي للعسكريين الأوكرانيين وكانت هذه المواضيع محورية في المحادثات بين رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو ووزير الخارجية الأوكرانية حيث صرح الأمين العام لحلف شمال أطلسي يانس ستلتنبرغ خلال مقطع فيديو بث أثناء منتدى كييف الأمني بأن دول حلف شمال أطلسي قدمت بالفعل مساعدات عسكرية لأوكرانيا بعشرات المليارات من الدولارات وسيتم أيضا مضاعفتها لقد أراد بوتين منع أوكرانيا من اختيار مصارها الخاص وإخراجها من الأسرة الأوروبية الأطلسية ولكنه حقق نتائج عكسية تماما كما قلل بوتين من تقدير قوة ووحدة حلف شمال الأطلسي والتزام الحلف بدعم أوكرانيا ونحن نعمل على تعزيز علاقتنا السياسية من خلال مجلس أوكرانيا وحلف الناتو ونساعد في جعل قواتكم المسلحة ومعداتكم أكثر توافقا مع حلف الناتو استعدادا لدخول أوكرانيا إلى الحلف إنها ليست سوى مسألة وقت ووفقا للمحللين في معهد دراسة الحرب تستعد روسيا لصراع واسع نطاقي مع حلف شمال الأطلسي وليس مجرد حرب طويلة الأمدي مع أوكرانيا ويتجلى ذلك من خلال عدد من المؤشرات الاقتصادية والعسكرية لقد أكد قادة الدول الأعضاء في الحلف مراراً وتكراراً الحاجة إلى تعزيز القدرات الدفاعية ويعتقد الرئيس البولندي أندري دودا بأن روسيا يمكن أن تهاجم الناتو خلال العامين 2026 و 2027 وقال دودا في مقابلة مع شبك سي أم بي سي إنه إذا لم يتم إيقاف روسيا في أوكرانيا فسوف يتعين عليها دفع ثمن أعلى بكثير في وقت لاحق ولذلك فإن المهمة الرئيسية للحلف هي دعمك أعداد كريستينا دامروفسكا لخناة ويشفيا عربية ترجمة نانسي قنقر